موسيقى الآن أي رسم مرتبط بأيدولوجية معينة بعقيدة دينية بأي رمز ديني أو غيره أستطيع أن أرى وأتفاعل معه وكمان أعمل له شير وأنقله لا يمكن ولا بأي طريقة أن نحصر نفسنا هناك بعض الرسامين أو الجهات عم يتناولوا المواضيع الدينية على الساحة بشكل أكبر وشفنا شو صار بفرانسا شفنا شو صار مثلا عنا أيضا أمام قصر العدل وأقصد مقتل الأستاذ ماهد حتر وما إلى ذلك أين حدود الرسام وأين الحدود في طرح الفكرة لأنه بصراحة توضع الصورة وممكن أكثر من شخص يفسرها ويفهمها حسب رأيه شخص يراها تجاوز لكل الخطوط الحمراء وشخص يراها وجهة نظر أنا اللي بالأردن بشوفها بختلف عن اللي بشوفها في فانزويلا أو في أمريكا وهي ذات هالصورة لتنتقل بيننا رأيك الشخصي كابن مهنة محترف بداية فؤاد كتأسيس مهم جداً الكاريكاتير في كل الدنيا لغة حوار حضاري لغة معنية بتعميم الإبتسامة كلغة عالمية زيها زي الموسيقى أبداً مش لغة صدام حضاري اللي صار مع الكاريكاتير ظلم وحشر لهذا الفن الرائع لهاي الأذاء الحوارية للحضار للحوار في خضم معارك ثقافية وسياسية هو ما له أي علاقة فيها وخلني حكي صراحة بدأت مع بداية غزو العراق 2003 ما بحب أن أحكي بلغة المؤامرة لكن أزمة الرسمات الدنيا ماركية الموسيقى كانت فاتحة هذا الحشر غمروا هذا الفن الجميل لغة الحوار العالمية خلوها أداة للإساءة لمقدسات الناس يعني مكونات الصدمة والترويع والهجوم بلغة عالمية للأسف للأسف أقول أخي فؤاد إنعكس هذا الحكي علينا علينا زادت الحساسيات الدينية زاد يعني تحميل الكاريكاتير أكثر مما يحتمل صار واحد لما تقرأ الكاريكاتير مش بهيئ حاله عشان يضحك بهيئ حاله عشان يعرف وين غلط الرسام بده يستفز أبدا 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 مش مساحة الكاريكاتير ولا السياق تبعه أبدا فعشان هيك سنشوف ظواهر زي هيك أنا مثل كتير رسمين عرب وعالميين مصرين أنه نخلي الكاريكاتير زي ما كان وزي ما هو أصلا لغة حوار حضاري لغة عشان تخلي الناس تبتسم تخلي الناس تتفاهم مع بعض تخلي الصيني يضحك مع العربي وهو ما بيعرف لغته هذا الإشي الأهم مش عشان أفوت بمقدسات الناس والأشياء لهذا حتى أسئلهم حتى يعني عرفت كيف أهاجم الناس اللي صار عنا محليا للأسف امتداد له الأزمة هذه أنا اللي صار مع الشهيد ناهد حطر استفزني كفنان ورسمت تضامنا معه بأنه حتى لو اختلفنا مع ناهد حطر استفز مجتمع بأسره بالضبط وللأسف كان الكاريكاتير جزء من هالأزمة ومن هالحدث البشع هذا سائني جدا ووضع علي مسئولية كرسام كاريكاتير علي وعلى زملائي الأردنيين رسمين كاريكاتير أنه يعني نخلي الكاريكاتير زي ما حكيت لك مساحة مشرقة وبناءة إيجابية بالضبط تعرف أستاذ عماد رهف مثلا حاليا وإحنا بنحكي الآن هناك صحف ومواقع بتطلع رسومات كاريكاتيرية ولها علاقة بإساءة بمقدسات وعقائد وأفكار وغير وكذا ولكن الإعلام ما بيلحقهاش هذا لا سبب عاد معين يعني كيش بثم توظيف يعني وتسليط الضوء لإحداث مشكل معايلة أنه هذه القضية للأسف لن تنتهي أنا أشكرك تماما لما حكيت بدأنا نشعر فيها مفرنا محليا منذ غزو العراق في 2002-2003 ولكن هي موجودة يمكن قبل وحول لا يعني هي لم تتوقف الإشي اللي بضيفه أنه صار فيه توظيف سياسي يعني الرسام المسيح لو بتحطيه بواسطه الاجتماعي حتى الفنانين بنفوه وتروح رسمته بالزحام ما حتى من تبه لها لكن اللي بصير بصير توظيف سياسي فيه تقصد أنه هذه الرسمات تطلع وتنتشر بتكسير